تفضل إن شاء الله تحفنا ببعض النصايح عندنا تقريباً 38 طالب طيب إن شاء الله هناك غيرهم ممن سيشاهد هذا التسجيل لعلك تتحفنا إن شاء الله ببعض الكلمات القصيرة يستفيدون منها في هذا برحم الله خيراً وبرك الله فيكم الله يحمدكم أنا إن شاء الله أحاول أن أترجم أيضاً نسمي جملة جملة إيش رأيك جملة جملة ولا أكتب لا جملة جملة لن أوطي يا الله هون تأخذ إن شاء الله سأبدأ إن شاء الله سأترجم إن شاء الله بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نرحب بكم في هذا المساء مع الشيخ محمد عبد الوليد جزاو الله خيراً شكوراً الذي يرتب هذا اللقاء شكوراً الشيخ قال أن أترجمكم إلى هذا المساء اليوم مع محمد بن عبد الوليد جزاو الله خيراً أنا أهنئكم لأنكم وضعتم أقدامكم على الطريق الصحيح في طلب العلم الشرعي النافع والبداية الصحيحة أنكم اخترتم أنكم تتعلموا اللغة العربية لأن اللغة العربية هي مفتاح العلوم الشرعية هل تعرفون ما معنى مفتاح؟ هل تعرفون ما معنى مفتاح؟ هل تستطيع أن تدخل إلى بيت أو إلى قصر كبير بدون ما يكون لديك مفتاح له؟ هل تستطيع أن تدخل إلى بيت أو بيت أو بيت أو قصر كبير بدون مفتاح؟ إذن أحياناً تجدون كثير من المسلمين يحفظون القرآن الكريم هم قراء ويحفظون كثير من العلوم الشرعية ولكن مهما حفظه ومهما فعله من اجتهاد هو بحاجة إلى أن يفهم اللغة العربية يقول أنه تجدون أن الكثير من المسلمين يقومون بمقاعدة للتقرآن ومقاعدة الأسلامية ولكن يقول أنه لا تهم كم مقاعدة تقرير في الأخيرة ستبقى لقد تجد إلى معرفة العربية لكي يفهم من هذا إذا كانت تقول الان وحد من الناس في هذا العصر العديد أنا سأتعلم في علوم الفضاء في علوم الفضاء أو في علوم الكيمياء أو الطب بدون ما يتعلم اللغة الإنجليزية ماذا سيقول الناس عنه في هذا العصر قال في سنة الغنب للغة الإنجليزية الجميع سيقول يجب عليه أن يتعلم اللغة الإنجليزية أولا يجيب أن يتعلم في سنتين اللغة الإنجليزية أولاً ثم يدرس العلوم الطبية أو العلوم الفيزياء أو الفضاء بالإجماع He said that there's no doubt that they will say to him that you need to have at least some knowledge of the English language You should learn a bit of English first, maybe for a year or two, until you go into those fields if you really want to reach high levels اللغة العربية هي العلوم الشرعية والفهم الإسلام هي من الواجبات When it comes to the Arabic language then when it relates to the Islamic sciences then it's an obligation When it relates to learning the Islamic sciences then knowing the Arabic language is an obligation in that regard And you know that the fuqaha they say that anything that can't be done, anything that is wajib that cannot be done or completed except with something then that thing also becomes wajib فكثير من المسلمين حول العالم في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا يبذلون وقتاً طويلاً في تعلم العلوم الدينية ويحرصون على أن أبنائهم يحفظون القرآن وكثير من هذه الأشياء لكنهم يغفلون عن تعليم العربية إذا تعلم المسلم العربية جيداً فيسهل عليه كثير جداً أن يفهم العلم الشرعية بشكل يسير بإذن الله فكثير من الناس يعملون ويسيرون 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 ولكن لا يتعلم العربية عندما في الحقيقة إنهم يتعلم بعض الأشياء في العربية فهذا سيجعل كل شيء يسير لهم الله سبحانه وتعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار الله سبحانه وتعالى سيزن القرآن وربك يخلق ما يشاء ويختار فالله سبحانه وتعالى اختار خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم اختاره ليكون من العرب واختار العربية لتكون لغة لكتابه الكريم ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلهذا الاختيار أصبحت العربية مرتبطة بالإسلام الله سبحانه وتعالى chose his prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم to be from the Arabs and he chose that his book would be in the Arabic language and for that reason the Arabic language became firmly connected with the Islamic religion وبناء على هذا الاختيار من الله سبحانه وتعالى كما قال فقال تعالى عن أن هذا القرآن نزل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المندرين بلسان عربي مبين الله سبحانه وتعالى he mentions as well that he revealed this Quran to the Prophet ﷺ that he revealed it بلسان عربي مبين in a clear Arabic language إذن نحن إذا كنا فعلا نريد أن نتعلم الدين ونفهم العلوم الشرعية يجب علينا أن نحرص حرصا أن نتعلم اللغة العربية بمهاراتها الأربع استماع وكلام وقراءة وكتابة حتى نفهم عندما نسمع إلى النص القرآني نفهم ماذا يراد أولا بمعنى اللغوي ثم نفهم ماذا قال المفسرون باللغة العربية في هذا الكلام وإضا أنما نقرأ الحديث النبوي نستطيع أن نفهم فهما عاما ثم نقرأ لكلام شراح الحديث ولا نكون يعني نفتح القرآن ثم نقرأ في ترجمة معاني القرآن ثم نذهب ترجمة التفسير ثم ترجمة شرح البخاري هذا لا يعطيك علما مباشرا ويعطيك حقيقة اللغة التي تحمل هذا الدين والثقافة إذا كانوا قرأ محاكمت not 포ق miteinander إن أحاكم سентиب إن ما نحصل للم نفسretch أيهاً كي hairs متفاجد التفسير نضم مدرم بس ظينة نصور التفصير المؤ‌اتحة بقرورة بروحاتي محمد ان التسلطات أنحماً محادث في محمد عندما تكون شخص ونحن مدرم بسهارة ونحن نحن نحن نعوان ونحن نحن اكتب معها إذن يتطلب هذا الاستقاف إلى هذا الإعياد فك �صيری ي سي SQL ويردي ذلك وي これ تصوح الانت داعد Lao Tuh رسول طاقت مادره وي هم الإنجان وقومون مازالي قل JAMían وقومون مازاله وقومون Sawat لكم ان تلقGr وقت طويله إذن مكان لائب popula Student القرآن أو الحديث في اللغة التي كانت تظهر أنا أختم بهذه القصة القصيرة جدا وهي أن هناك رجل من ألمانيا رجل ألماني قلت أن أختم بهذه القصة القصيرة عن جرمان هذا الرجل ألماني سبحان الله شرح الله صدره للإسلام فأسلم في ألمانيا هذا الرجل الله سبحانه وتعالى قاعده إلى الإسلام لذلك يصبح مسلم في جرمانيا فيقول عندما شرح الله صدره للإسلام فقمت يجب علي أن أتعلم لغة هذا الدين مباشرة سافر في ألمانيا إلى مصر وهو الآن هو وزوجه و أبناءه و أسرته كلهم يعرفون العربية وهو الآن عنده مسجد و مركز في ألمانيا و يقول تعجب من أبناء العرب من الذين يأتون إلى ألمانيا و المسلمين من الذين يأتون إلى ألمانيا من المغاجرين و لا يعرفون لغة دينهم صحيح أن الآن العربية الآن ليست مرتبطة بالاقتصاد و بالتجارة مباشرة بالدنيا الناس الآن يفكرون في ماذا ينفعهم في أمور دنياهم ولكن يجب عليهم أن يفكروا أكثر فيما ينفعهم في أمور دينهم ولا ينسون أمور دنياهم أتحدث أنه يضح أن الأمور المغاجرين من المغاجرين من المغاجرين من المغاجرين أو أنه ينفعهم في حياتي ولكن كان ذلك الناس يتبع على أن تتبعهم في هذا الناس عندما يجب عليهم التتبع على أن تتبعهم في هذا الناس أنا في النهاية أشكركم على حصي استماعكم وأتمنى لكم رحلة سعيدة في تعلم لغة القرآن الكريم وإن شاء الله تصلون بإذن الله إلى هدفكم المأمول بإذن الله جزاكم الله خيرا ونفع بكم وأنا قد أخبرت الطلاب وقلت لهم الدكتور عوض راح إن شاء الله يشاركنا إن شاء الله إن شاء الله الورش العملية بإذن الله وراح يستفيدون منك إن شاء الله شكون جزيلا لكم شكون الله في أمن الله بعض الصلاة علىك الصلاة علىك الصلاة وبركات So I just told him at the end That I told the students that I said to him I told the students that you will Inshallah take part in some of the workshops And he said بِذْنِ اللَّهِ And he agreed So بِذْنِ اللَّهِ الْكَرِيمُ Will benefit from him more Specifically when it comes to the workshops Because he teaches at the معهد And that's what he does for a living Teaching students I went through that معهد myself And so I have all of the other students That studied King Saud University And that's what he does for a living Every single morning he goes there from 8 till 12 And I'm sure he'll bring a lot of experience Inshallah ta'ala to the table And I hope that all of you will Benefit from him Inshallah ta'ala مَارَكَ اللَّهِ فِيكُمْ